عشرات الرسائل تصل يوميا وتسأل عن موعد الحلقة الجديدة وطبعا قبل أن نبدأ في حوارنا أنا الآن سأوجه لك سؤالا ما هي أو ما هو تقييمك لردود الأفعال حول الحلقة الأولى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى كل من صار على نهجه واهتد بهداه أحياكم الله شيخ شكرا لهذه المقدمة الجميلة والتي أنهيتها بسؤال وجه تحية إلى كل من تابعنا وإلى كل من يدعمنا ويشجعنا في هذا المسعى ومتابعتهم هي حقيقة غاية ما نرجوه ونسأل الله أن نكون في مستوى انتظارات هذا الجمهور العريض الذي كلما ازدادت قاعدته وكلما ازدادت المسئولية على كواهلنا ونسأل الله أن يجعلنا أهل لهذا يا رب العالمين وصلني حقيقة وصلني الكثير من ردود الأفعال جلها إيجابي أو إلا ما أقول كلها ولكن الأغلبية إيجابية هناك استبشار بهذا المسعى وبهذا البرنامج هناك تعطش من شباب الأمة خاصة يعني الفئة الشبابية إلى خوض مثل هذه السجلات الفكرية بعيدا عن يعني كلما من شأنه أن ينفر السامعة أو أن يزعجه أثناء استماعه فهذا والحمد لله إن شاء الله رب يوفقنا في هذا المسعى مقترحات عديدة اقتراحات مواضيع اقتراحات يعني أفكار كل هذا ونحب أن نقول كلمة أنه ربما لا نجيبه على كل التعليقات أو على كل الرسائل وهذا نتمنى أن يعذرون السيدة المشاهدين الفعلا لأنه زخم عظيم وزخم ذخم ولكن ما أؤكده أنه نقرأ كل ما يقال وكل ما يكتب وكل التعليقات نطلع عليها ويعني نأخذها بعيني الاعتباري بحسب الميسر وبحسب الإمكاني إن شاء الله طبعا أتفق معك أن جل التعليقات كانت إيجابية وجيدة لعله بنسبة 99.99% إلا بعض الأصوات النشاز المتطرفة أحد مرسل رسالة يستشكل عنده إشكال طبعا يعتبر هذا مسرحية مثل المسرحية التي علقنا عليه ما هو الدليل على أن ما يدور بيننا مسرحية؟ قال أنكم تحبون بعضكم البعض أين المشكلة؟ ما يصير لو تسمح لي نعلق على هذه النقطة هناك مسألة ربما لا يعرفها السيدة المشاهدون وهو ليست سرا حتى أذيعه ولكن نذكر بها أنه أنا وفضيل الشيخ أحمد بقطع النظر عن البرامج وعن ما يحدث أمام الكاميرا نحن في الحياة اليومية الطبيعية نحن أصدقاء أصدقاء ونجلس معه وهذه الحوارات ربما لم تنطلق على شكل برامج تلفزية إنما انطلقت على شكل حوارات ثنائية بيني وبينهم جلسات قهوائية نعم جلسات قهوائية على تسمية الشيخ فهل يعقل أنه يكون الرجل صديقي وأتعامل معه بود واحترام فلما نأتي أمام الكاميرا أتجهم بوجهه أو أصبح عنيف معه هذا يعني لا يقبله عقل ربما يحدث هذا بين بعض طلبة العلم الذين لا يعرفون بعضهم البعض ويكون أول لقاء على طاولة الحوار ولا يليق هذا هذا لا يليق حتى لو كانوا لا يعرفون بعض هذا لا يبغل ما يدور الأصل في طلبة العلم للأخوة نعم والمسعى نحو النفع للجميع بعض الشخصيات لا أحب أن أقدر المجلس بذكره عرض صورة البرنامج وقال أنا عرضت على فلان يقصدني أني أتحمل كل التكاليف لأجل أن يستبدل الشيخ كريم به وأن يأتي للحوار وطبعا كتب شخص قال لماذا لا تناقش فلان بدلا عن كريم طبعا لا يعبون عنك بالشيخ لهم ذلك ولا يعبون عني طالب ففلان عنده من العلم الشيء الكثير مما بحسب تعبيطها مما يفوقك أجبت قلت قد يكون ذلك الله العالم يعني بالنهاية لا أحب أن أكون في دور التقييم قلت مهما كان عنده من العلم لكن ينقصه الأدب الذي هو شرط أساسي في الحوار ومن هنا كان إصراري أن نتحدث في هذه الحلقة قبل الدخول في المواضيع الخلافية العميقة عن قواعد وشروط الحوار المذهبي أنا لماذا صار عندي إصرار على هذه القضية عندي قصة قبل لعله أربع سنوات أرسل شيخ أزهري فاضل وذوما كان علميا مرموقة الشيخ أحمد كريمة نعم حافظه الله أرسل إلى العراق رسالة فيها بعض الإشكالات حول مدرسة أهل البيت عليهم السلام وتحديدا حول مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية واقعا كانت رسالة مفصلة وفيها إشكالات كثيرة بغض النظر عن الردود التفصيلية على إشكالاته أشكال على القرآن على السنة على تعاملنا مع الإجماع مثلا هناك مشكلة جوهرية مضطردة سيالة على كل هذه الإشكالات فطبعا أنا كلفت بغد على هذه الأسئلة وجمعت في كتاب اسمه أجوبة المسائل الأزهرية لعل المشاهد يعرفه طبعا الكتاب طبعا ثلاث طبعات طبعة لبنانية وطبعة عراقية طبعة العتبة الحسينية المقدسة وترجم إلى اللغة الأردية وقريبا ترجمة فرنسية وإنجليزية قبل أن أدخل في هذا الكتاب والظاهر لم تطلعوا عليه لا ليس بعد يعني الآن في رقبتنا أهداء نسخة لكم قبل أن أبدأ في الجواب على الإشكالات المختلفة بدأت بوضع قواعد عامة للحوار وللإشكال على الآخر لأنني نحظت لو روعية هذه القواعد كثير من الإشكالات تندفع بمجرد ملاحظة هذه القواعد فنحن نفس الشيء منعا لحصول إشكالات لا أساسة لها ولا أصلة لها نبدأ ونؤسس لقواعد للحوار المذهبي